بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله أجمعين الإخوة الحضور أهل ودوي المغفورة له اسمحوا لي باسم مجلس إدارة نادي بني جمر الثقافي والرياضي وجميع منسوبي أن أقف أمامكم في هذه اللحظات القصيرة والسطور القليلة مؤبنا ومستذكرا مآثر رجل من رجالات هذه القرية الذي رحل عنها بعد أن كان فردا فعالا وإيجابيا في مختلف المواقف رجل قد كانت له بصمات مشهودة في العمل الاجتماعي ومآثر معروفة في المجال الخيري بل ودور بناء في العمل التطوعي في قرية بني جمرة وسجادة مفروشة في المساجد للصلاة ومقعد في كل مأتم مستذكرين دوره في فترات حمل على عاتقه الكثير من الجهد والعمل الثقافي في نادي بني جمرة حيث كان منذ طفولته وفترة شبابه منخرطا ومساهما في أنشطة وبرامج هذه المؤسسة الشبابية والثقافية من خلال مشاركته فيها مشاركته في لجانها وعمله في بلورت برامجها شهد له بذلك الكثير من أبناء جيله في قرية بني جمرة ممن عاصروه في تلك الفترة بل كان من المساهمين والعاملين في بناء وتشييد مقر النادي القديم في فترة السبعينات من القرن المنصر وليس هذا فقط بل كان من أوائل المنخرطين في العمل الخيري والتطوعي بعد تأسيس صندوق بني جمرة الخيري الذي ارتبط منذ انطلاقته في بداية الثمانينات على أيدي مجموعة من خيرة رجال القرية كان بينهما مؤثرا وملهما ومقدما الكثير من الجهد والخبرات المكتسبة لترسيخ عمل هذه المؤسسة في القرية والتي استمر معها دون كلل وأعطى من وقته وجهده وصحته حتى خلال فترة مرضه ومعاناته وقد اختاره الله إلى جواره وهو عضو فعال في مجلس إدارتها رجل كان بيننا لين السريرة طيب الجانب بشوش ضاحك كسب مودة وحب الصغير قبل الكبير بالتوقير والاحترام فلكم يا أهل ديرتي وأهله وذويه كل العزاء في هذا الفقد الجلل فارحمك الله يا أبا حسين ولنا العزاء والسلوى في خلفه وابن حسين سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعله خير خلف لخير سلف فيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فعظم الله أجركم جميعا وأحسن لكم جميل العزاء وحشره الله مع محمد وآله الأطهار وإنا إلي الله وإنا إليه ترجمة نانسي قنقر